وفي هذا الخبر البارز اعتنقت سيدة عمال الصينية تدعى جيجان جينا تدى الإسلام على يد العلامة الشيخ ياسر بن محمد بعبادة خطيب الجامعة الكبير بالشهر وأشارت السيدة الصينية أنها تأثرت بشكل عميق بتعاليم الإسلام ووجدت فيه معاني السلام والقوة الإيمانية الصادقة التي هزت مشاعرها من الثبات والإيمان بالله مضيفة أنها تشعر بسعادة وراحة نفسية كبيرة معربة عن شكرها للدعين لها للإسلام وعن امتنانها للعلامة بعباد على توجيهه لها وتلقينها للشهادتين